العراق في المرتبة السابعة عربياً من بين عشر دول في توليد الكهرباء عبر طاقة متجددة وفقاً لتقارير دولية يتي ذلك بعد توجه البلد نحو مشاريع متعددة لإنتاج الطاقة منها استثمار أشعة الشمس وتدوير النفايات وغيرهما بحسب وزارة الكهرباء التي أكدت إبراما عقود متنوعة في ملف استثمار الطاقة كل الوزارة تعتزم العمل بهذه المشاريع سلمت قطع الأرض فعلياً إلى الشركات التي حصلت على فرص استثمارية الكلام عن توتال بألف ميجاوات بمحافظة البصرة الحديث عن شركة باور تيين الصينية بسبعمية وخمسين الحديث عن شركة مجموعة البلال موقعين واحد بكاربلا واحد بالإسكندرية بطاقة خمسمية وخمسة وعشرين ميجاوات مضاف أنه لدينا مباحثات جدية قريبة من أن نصل إلى اتفاق وعقد مع شركة أكو باور مع شركة مصدر الإماراتية أيضاً لإنشاء طاقات باستعاد تقريباً تصل إلى أكثر من ألف وألفين ميجاوات مشاريع واعدة هذا ما وصفه متخصصون في مجال الطاقة المتجددة حيث يجري العمل هنا على إجراء تجارب وبحوث لإنتاج الكهرباء بأساليب مبتكرة وصناعة محلية والسعي لنجاحها وتعميمها مستقبلة نستطيع أن ننفذ أول مشروع عراقي في المباني الحكومية هو استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية الاستهلاك الصفري أي لا نعتمد في كهرباء المستهلكة في داخل أبنيتنا على الشبكة الكهربائية هذه قفزة كبيرة جداً خصوصاً أن الاستهلاك في القطاع الحكومي تقريباً خمسة وعشرين مئة من مجمل استهلاك في القطاعات كافة معناها خطوة حقيقية للبدء بالاعتماد على الطاقة النظيفة ودخولها في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية وتشهد مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة اهتماماً وتنافساً محلياً وأقليمياً ودولياً في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادرها لأسباب اقتصادية وبيئية سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد